أهلا بكم أعزائي الأطفال مع حكاية جديدة بعنوان آية والسلحفات كانت سلحفات تسكن تجويفا تحت شجرة توس توجد بحديقة بحيينة وكانت لها صديقة اسمها آية تزورها من حين لآخرة وتحمل لها أوراق الخسي الذي تحبه كثيرا كانت السلحفات آمنة لا يؤذيها أحد وكانت تخرج من مسكنها وتتجول في الحديقة وتتفرج على الشارع فيعجبها أن ترى العمارات والمساجر نظيفة ويسعدها رؤية الأطفال وهم متوجهون إلى المدرسة التي لا تبعد عن الحديقة والمسجد الذي يتوافد عليه السكان كما تحب سماع الطيور وهي على أغصان الأشجار تغرد وتزقزق مثل فرقة موسيقية وكانت تفرح عندما ترى آية تغادر المخبزة وهي تحمل الخبز والحلويات الكل سعيد مرتاح في الحي ذات يوم جاءت آية لتزور صديقتها وتقدم لها ما أحضرت من غذاء وماء وجدت آية السلحفات حزينة منشغلة بجمع أمتعتها سألتها آية ما بك يا صديقتي؟ ردت السلحفات كنت سعيدة بينكم الجميع يحبني ويحترمني لكنني اليوم أغادر حيكم قالت آية لقد ألفناك فلماذا تغادرين حينا؟ ردت السلحفات صار أحد السكان يرمي نفايات منزله بجانب مسكني فتؤذيني رائحتها الكريهة ويزعجني طنين الذباب الذي يتجمع على النفايات وأظل قلقة إلى أن يأتي عمال النظافة قالت آية سلوك هذا الشخص غير مقبول ولا يحترم موعد جمع النفايات المنزلية لا عليك يا صديقتي سأحل المشكلة عادت آية إلى منزلها أخذت لافتة بيضاء كتبت عليها بخط جميل النظافة من الإيمان فخافض على نظافة حينا ثم رجعت عند السلحفات وعلقت اللافتة قرب جذع شجرة التوتي منذ ذلك اليوم ما رمى أحد النفايات بقرب شجرة التوتي وعادت السعادة والطمأنينة للسلحفات ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة